اشتركوا في القناة في البداية لجنة العدالة والسلام ممكن حاجة تقول لنا هي دورها ايه وبتعمل ايه لجنة العدالة والسلام هي لجنة اتأسست من اجل الدفاع عن العدالة ونشل السلام في العالم ده كان الكلام اللي قصدوا البابا بولوس السادس هنا مقرر انشاء هيئة كاثوليكية ترد على المظالم وعلى عدم العدالة والعنف اللي كان موجود سنة كام؟ ده ابتدت سنة سبعة وستين الف سنة سبعة وستين كان عندنا هنا حرب دوبة حرب اسرائيل وحروب كانت مختلفة في العالم كله وكان عمل زيارات في امريكا اللاتينية كان في عنف شديد او بسن هي رغبة في قلق هيئة منتشرة في العالم كله موجودة في اكتر من 150 دولة واحنا في مصر من اوائل اللي جان اللي تكونت في العدالة والسلام في العالم والحقيقة يعني من سنة سبعة وستين لغاية دلوقتي اللجنة مرت بظروف مختلفة وبمسؤولين مختلفين كان الهدف منها هو التوعيد وإصارة الوعي عند الناس المسيحيين خصوصا وعند كل المصريين علشان يعرفوا إزاي يدفعوا عن حق المظلوم وإزاي يساهموا بنشر السلام في البطن فيعني دا الهدف الاساسي انه التوعية وعمل السمينارات ووركوشوب مؤتمرات حاليا حاليا في الوقت الحالي احنا عندنا ثلاثة أنشطة مهمة في النشاط الدوري اللي هو مأجلة إلكترونية اسمها العدالة والسلام تطلع كل شهر تقدم التعليم الاجتماعي للكنسة الكاتوليكية عن العدالة وعن السلام من خلال الوسائق البابوية والكلسية وعندنا لقاء أو مؤتمر شهري عن قضية من قضايا المهمة في مصر اقتصادية اجتماعية ثقافية صحية إلى آخرين بندعو فيها متخصصين ونفتح لكل الناس اللي حابين يهتموا بالموضوع ده والثالث حاجة الحقيقة هي الممكن نقول المؤتمرات أو المهرجانات أنا حاليا اللي احنا دلوقتي في صدده المهرجان ارسم سلامك دي السنة التانية اترك في السنة دي اكتر حوالي 400 طفل من مصر كلها والسنة اللي فاتت يعني تقريبا اكتر من يعني الضعب اللي سنة اللي فاتت واحنا المبسطين انه فيه الرعدة بيتضعف الرعدة بيتضعف برد فعلي كويس يعني طب حرككم حرستم على عمل مهرجان ارسم سلامك السنة دي رغم ظروف صعبة احداث الكنيسة البتروسية وغيره لماذا هذا الحرص على الاستمرار اعتقد دي حاجة احنا في صلب الدفاع عن السلام وروح السلام ومناخ الطمؤنينة في خضم هذا العنف يعني المريب اللي حدث في البتروسية انا اعتقد انه في اللجنة احنا قررنا انه احنا اساسا المهرجان بتاعنا مهرجان للدعوة للفرح ودعوة للسلام ثانيا اساسه هما الاطفال الاطفال الاحباب الله اللي هما ما عندهمش البراءة والعنف والخبص وكل اللي عندنا احنا الكبار والمنتشر وقولنا انه بالعكس الاحتفال هو احتفال بجميع الشهداء لانه بنقول للدنيا وللناس اخواتنا في مصر والشباب والاطفال انه العنف ده ملهوش اخر كلمة الكلمة لنا احنا اللي بندعو للسلام ومش حنتهز ومش حن يعني مش حنستكين لهذا وانا اعتقد ده اللي المفروض يحصل على جميع المستويات انه الاحتفال ده ما اخصص عشان الناس اللي فاكرين انه يموتوا روح المقاومة او روح الدعوة للسلام وللبناء يعني نعمل التحدي المضاد احنا كمان مش هنخليهم ينجحهم لا 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 اعتقد ده المهم ده الرسالة يعني ده الرسالة المقاومة بتاعتها طيب تجاوب وردود افعال الاطفال ايه كانت السنة دي هو السنة اللي فاتت لانه كان اول مرة المهرجان ده نركز فيه على الاطفال لانه شفنا انه الاطفال هم اساسا المستقبل وهم الرجاء وهم اللي يقدم ارض طيبة تستقبل مفهوم السلام واذن المريان اه هدف انه يستفز هؤلاء الاطفال اللي من سن التبتدائي لتلتع دادي القدرة على التعبير عن ايه اللي بيحسوه ايه اللي بيشعروا فيه طبعا لا شك احنا مش حالين سادور المدرس او الادارة او رؤية المدرسة والتأثير على الطفل بس نحن احنا بفهمين انه الطفل كمان بكل الظروف هيقعد يستعمل الريشة والقلم ويعبر عن نفسه بطريقة وبأقرة مهما كانت فيه يعني ما كان فيه حد بيسعر يعني فهنا اعتقد فيه الاقبال دا بيوري قد ايه الناس كانت مبسوطة ويمكن لو احنا عملنا مجهود اكتر كان يكون فيه عدد اكتر واكتر من الاطفال اللي يشاركوا في المارجان والمتاز السنة دي massوطة اللي شركوا سنة النفاتت جودوا جودوا وعملوا حاجات عن السلام غير السنة النفاتت cie فيه ناس خارجوا السنة الفاتت وخارجوا لانا اعتقد فيه بعض المدنسين او المدارس فاهمة غلط الناس بيشجعوا الولاد عشان يكسبوا الجايزة معنى ان واحد يكسبوا التانين يعياته دلوقتي الحقيقة السنادي الحمل اللي كان عندنا اللجنة هي استاذة فنانة تشكيلية قالت رأيي مهم جدا انو انا عندني شغلة حلوة جدا لأطفال كتير فايزا الجايزة الاولى والتانية والتالتة احنا حنضموهم على بعض ونقسم كله على خمسة وتلاتين طفل تقريبا عملوا كلهم حاجات متميزة دي فنانة ايفلين عشمالة ايفلين عشمالة اه هي كانت اخترحت ان ما بقاش مجرد جايزة اولى وتانية وتالتة لخمسة وتلاتين واحد يفوز فاللجنة ازا بناء على قرار لجنة ودكتور جورج فكري وايفلين عشمالة واستاذ ابراهيم وحسن لقينا انو فعلا من احسن انو بدل ما واحد او اتنين وثلاتة اخذوا الجايزة انو بالفلوس دي نشتري لكل الخمسة وتلاتين اه نديهم حاجة رمزية ونديهم اه نقسم الفلوس عليهم وهم ياخدوا نفس القدر حيث كله بحس انو كله مستيحس انو كله فايز ونشجع الروح مش المنافسة اللي فيها كل واحد بيموت التاني عشان ينجع المنافسة الشريفة اللي كل واحد شجع التاني ويمس انو عنده حظ انو هيفوز جميل ابونا احنا عارفين حارتك دلوقتي لازم تطلع تعمل الافتتاح اه 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 نشكر حارتك جزيلا على اللقاء دوه اعزائي المشاهدين اه احنا هنروح مع ابونا برضو ونحضر هذا الجزء من اه الحفل الافتتاح مهرجان اه ارسم سلامك موسيقى